الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد اخوة المشاهدين والمشاهدات حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من منهاج النبوة التي أضيف إليها ما ليس منها ونحن نحاول في هذه الحلقات أن نبين منهاج النبوة الصحيح وما أضيف إلى منهاج النبوة وليس منه تصفية للإسلام مما علق فيه من إضافات خوارج داعش وأخواتها اليوم سنتكلم عن موضوع هام جدا وهو فهم خاطئ ومغلوط لحديث مشهور وآيتان من كتاب الله جل وعلا دائما يلهجوا بذكرهما الدواعش ودائما يذكرونها في تسجيلاتهم وفي لقاءاتهم وفي دروسهم ومحاضراتهم وخطب الجمعة في الموصل والرقة وغيرها فسنحاول أن نبين الفهم الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء الأمة في هذين الحديثين في هذا الحديث وهتين الآيتين والإشكالية أن هذا الحديث الذي سندكره والآيتان فهمها الدواعش فهما غير صحيح بحجة تطبيق الإسلام وبالمقابل فهمها متطرفي الملاحدة فهما أيضا غير صحيح بل مثل فهم داعش لها من باب تشويه صورة الإسلام إذن اتفق الدواعش والملاحدة على فهم هذا الحديث وهتين الآيتين نفس الفهم ولكن الأول من أجل أن يطبقه والثاني من أجل أن يشوهه ما هو الحديث؟ الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فالحديث هذا مشهور معروف يحفظه الدواعش جميعا وكثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس يقول لكم انظر يجب أن نقاتل جميع الناس ممن يخالف دين الإسلام فنقتله ونذبحه ونفعل به الأفاعيل وهكذا أيضا فهم الملاحد هذا الفهم الباطل من أجل تشويه صورة الإسلام بداية أريد أن أذكر قاعدة مهمة لفهم القتال في الإسلام أن الإسلام دين دعوي تبشيري ليس محصورا على جماعة أو قومية أو فئة بل هو دين دعوة وتبشير لأنه هو دين الله جل وعلا أبعث الله رسولنا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس إذن هو دين دعوي تبشيري والقتال فيه ليس من أجل القتل والذبح والعنف وإنما من أجل من صد الناس عن هذه الدعوة والتبشير يقول العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله ووجوب الجهاد وجوب الوسائل للمقاصد يعني لما نقول الجهاد واجب أو فرض ليس المقصود عند علماء أنه مثل وجوب الصلاة والصيام أو وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا وجوب وسائل وسيلة وهذه الوسيلة قد يتحقق بها الدعوة وقد لا يتحقق يتحقق بدونها مما هو أسهل منها يقول ووجوب الجهاد وجوب الوسائل للمقاصد إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة وأما قتل الكفار فليس بمقصود وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد هذا ذكره في مغني المحتاج الجزء السادس صفحة تسعة تأملوا هذا كلام علماء منذ قديم الزمان يقولون الهداية إذا أمكنت بدون قتال هذا ما نعنده قتال فقط دعوة إلى الله جل وعلا وتبشير والدين ولله الحمد الإسلام فيه من البراهين والدلائل القوية ما تقنع أشد الناس ذكاء وجدالا ومجالدة يقول أيضا الإمام بن تيمية مؤكدا هذا المعنى وأن أؤكد على الإمام بن تيمية لأن الدواعش ينتسبون إليه كذبا وزورا كما ذكرنا سابقا يقول وانتبه إلى هذا الكلام الجليل يقول إنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة للضرورة إن ليس هو الأصل في الإسلام للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لم احتيج إلى القتال فبيانوا آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا وأما الجهاد فمشروع للضرورة فكيف يكون هذا مانعا من ذلك كتابه الجواب الصحيح المجلد الأول صفحة 38 ومئتين تأملوا معي يقول وجوب الدعوة إلى الله بالقرآن والسنة بالكلمة وبالحجة والسلطان والبرهان هذا وجوب أصلي أما القتال هذا وجوب ضرورة هذا وجوب وسائل انظروا كيف اتفقت كلمتا هذان الإماماني رحمهم الله على هذا المعنى إذن يجب أن نفهم هذا الموضوع موضوع الحديث الذي سنذكره والآيتان على موجب هذه القاعدة العظيمة أن الجهاد واجب وجوب وسائل وأنه للضرورة والأصل هو دعوة الناس بالآيات والبراهين والهداية الآن نأتي إلى الحديث الحديث قلنا أمرتها نقاتل الناس المصيبة التي يقع فيها الدواعش والملاحدة وغيرهم من من يريد أن يفهم الإسلام على ما يشتهي أنهم لا يجمعون الآيات والأحاديث في المسألة الواحدة في موضع واحد يعني أنت عندك موضوع واحد فيه آيات متعددة وفيه أحاديث متعددة ومتفرقة إذا ردت أن تفهمه يجب عليك أن تجمع الآيات والأحاديث في الموضوع في هذا الموضوع تجمعها في مكان واحد حتى تتبين لك المسألة وإلا إذا لم نأخذ بهذه القاعدة وهي قاعدة جمع الأدلة في المسألة الواحدة في الباب الواحد من أجل أن تكون الصورة كاملة واضحة لذلك نحن سنجمع بين هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس وبين هذا الحديث الآخر الذي أيضا رواه البخاري انتبهوا معي أخوة المشاهدين جمع بين الأدلة حتى تتضح الصورة عن بريدة ابن الحصيب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا هاي كلها الأداب داعش أصلا لا تعرفها ونحن سنذكرها إن شاء الله في حلقة خاصة وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم انظر الآن تعملوا ثلاث مراحل ثلاث خصال ثلاث أمور الجيش المسلم يدعو أعداءه الطرف الآخر إليها هاي ثلاث أمور أولها ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم انفعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في المؤمنين غريمة وفيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا يعني قالوا إحنا ما أدخل في الإسلام أنت تعرض عليهم إسلام بالبراهين والأدلة المقنعة القوية فإنهم أبوا تقاتلهم لا فاسألهم الجزية سألهم الجزية جزية إيش يا مبلغ بسيط يعطيه الرجال البالغون الأحرار يعني للنساء تعطي ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا المرضى ولا الرهبان ولا العباد من تلك الديانات كل هؤلاء ما يعطون الرجال الأحرار البالغين هؤلاء فقط يعطون مبلغ صغير كل سنة مرة مثل ما المسلمين يعطون الزكاة في السنة مرة يعطونها هذا أيضا يعطي مبلغ بسيط كل سنة يعني مثل ما المسلم يعطيه ويعطيه هذا يعطيه ويقبل على دينه ويقر على دينه وعرضه وماله لا نتعرض له بشيء يبقى على دينه شوف هذا متى يا إخواني تبهوا تاريخياً هذا متى؟ هذا كان قبل خمسة عشر قرن لما كانت كل الأمم ما تعرف هذه الآداب ما في مجال الأمم الأخرى لو تقتل لو تدخل في ديني ما في مجال ولكن الإسلام يقول لا أمم كثيرة الآن تعيش في بلادنا إلى اليوم هي من غير المسلمين بسبب هذا فسألهم الجزية المرحلة الأخيرة اللي هي ماذا؟ قال وقبل منهم وكف عنهم إذا أعطوك الجزية فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم تأمل إذن آخر مرحلة هي القتال اللي تطابق حديث أمرت أن أقاتل الناس يعني فبعض الناس يجي لهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس ولا يأتي للحديث هذا المفصل المفسر الذي يذكر المراحل ثلاثتها أما هذا الحديث هو يذكر المرحلة الأخيرة فقط أما هذا الحديث حيث بريد اليوم في البخاري يذكر المراحل الثلاث وآخر مرحلة القتال ولكن مع ذلك المرحلة الأخيرة القتال وليس القتل إذا الوجه الأول أنها هي المرحلة الأخيرة المرحلة الأولى الدعوة للإسلام بالأدلة والبراهين فإذا ما أجابوا الجزية تأخذ من الرجال الأحرار البالغين في السنة مرة مثل ما يأخذ زكاة من المسلمين ويبقون على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم لا يمسون بسوء بل يجب على المسلمين حمايتهم بل حمايتهم حتى من منهم على ديانتهم من دولة أخرى زين الحديث ماذا يقول الأول والثاني أمرت أن يقاتل الناس ويقول فقاتلهم إذا ما أعطوا الجزية فقاتلهم ولم يقل أقتلهم فرق بين القتال والقتل القتال يقتضي ماذا أن يكون هناك طرفان متقاتلان أما القتل فمعناه أنك تقتل من لم يقاتل لا الحديثان يأمران بالقتال وليس بالقتل مثل ما قال الله جعل بين المسلمين قال وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل فإن بغت إعدام أخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله نقاتل الفئة الباغية لكن هذه الفئة الباغية لو هرب البغات لا يجوز لنا أن نتبع مدبرهم ولا أن نقتل جريحهم فالقتال شيء والقتل شيء ولذلك المسلمين حتى لو انتصروا على هؤلاء المشركين في المعركة لا يقتلون النساء ولا يقتلون الأطفال ولا يقتلون الرهبان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء والأطفال لذلك لما رأى مرأة مقتولة في معركة قال ما كان هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء إذا نشوف فرق بين تقاتل وقتل لا يجب أن نقتل نساءهم ولا أطفالهم ولا رهبانهم اللي هم رهبانهم يعني أصحاب دينهم اللي هم اللي يتفقهون في دينهم اللي يدعون إلى دينهم ما يجوز قتلهم أبو بكر رضي الله عنه وصى أمير الجيش قال له وستمروا على قوم في الصوامع فدعهم تركهم خلو يتعبدون مع أنه ماذا في نظرنا هذا دين باطل ليس بدين حق ومع ذلك قالوا تركهم إذن ماذا فرق بين القتال والقتل ولذلك لما هؤلاء ينسحبوا من القتال أي هؤلاء المشركين وأخذنا بلدهم لا يجوز لنا أن نقتل أطفالهم ولا نساءهم ولا مرضاهم ولا رجالهم بل نؤسرهم ولا رهبانهم ولا شيوخهم ولا كبار السن فيهم إذن الإسلام يأمر في المرحلة الأخيرة الثالثة بالقتال لا بالقتل لأن كثيرا من الناس يخلط بين القتال والقتل فهو يفهم أن القتال يعني قتل ولذلك أنا أريد أن نقول الآن كلام أحد الأئمة وهو الإمام بن دقيق العيد الذي بيّن أنه لا تلازم بين القتال والقتل فقال وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إلى آخر الحديث فإنه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقتال إلى هذه الغاية فقد وهل وسهى لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة انظروا كيف علمانا فقهانا أصحاب العربية اللي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قتال مقاتلة وليس قتل قتال ولا تقتضي الحصول من الجانبين ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون وإنما النظر والخلاف فيما إذا تركوا نسانا من غير نصب قتال هل يقتل أم لا فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها وأنه لا يلزم من إباحة المقاتل عليها إباحة القتل عليها هذا كلامه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مجلد الثاني صفحة ساعة عشر ومائتين سأكمل فقراتي الجواب عن هذا الحديث بعد فاصل ونواصل بإذن الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن نتكلم عن فهم مغلوط خاطئ في فهم حديثي ومرت أن نقاتل الناس بينا أن هذه المرحلة الأخيرة بعد مرحلة الدعوة للإسلام والجزية التي هي مبلغ بسيط تأخذ منه كل سنة مرة من الرجال البالغين الأحرار ويقرون على دينهم وأموالهم وعراضهم وكما تأخذ منا نحن الزكاة في السنة مرة الوجه الثاني قلنا الحديث يأمر بالقتال لا بالقتل فالقتل غير مشروع للنساء والأطفال والشيوخ والمتعبدين من أصحاب تلك الديانات لا يجوز قتلهم البتة والمقاتلين منهم إذا كفوا وتركوا القتال فلا نقتلهم خصوصا إذا كان في ذلك مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين وذكرنا كلام العلماء في ذلك الوجه الثالث أن الإسلام لما ذهب إلى المرحلة الأخيرة القتال من أجل دعوة والتبشير بالإسلام إنما أعطى فرصة للخصم أن يقاتل أيضا فالخصم قد يكون هو المنتصر والغالب لأن هذا قتال وليس قتل فهذا القتال قد ينتصر فيه المسلمين وقد ينتصر فيه أعداؤهم من الطرف الآخر والأمم منذ ظهورها ونشأتها في هذا الكون إلى يومنا هذا تتقاتل وتتحارب من أجل الدنيا من أجل حدود على أرض شبر أرض أو على نفط أو على مياه أو على مقتول أو على إهانة فكيف إذا كان القتال لمن صد عن سبيل الله جل وعلا ووقف أمام دعوة الإسلام والمسلمين ومع ذلك الإسلام وضع آدابا وشروطا وأخلاقيات لهذه المعارك ولهذه الحروب صارمة وشديدة سأذكرها في حلقة مفردة ونقارن بين منهاج النبوة في أخلاقيات الحرب ومنهاج داعش أيضا جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين صالحهم ألم يصالح قريش عشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هادن المشركين والكفار ورد عنه أنه عاهدهم ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يجير من استجار بنا منهم بل الله تعالى يقول وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود وثيقة المدينة وبينه وبينهم عهد وهم كما ذكرنا كثيرا من أشد الناس عداوة للأنبياء بل كانوا معروفين بقتل الأنبياء إذن لم يكن فقط طريق القتال هو السبيل هناك طريق الصلح هناك طريق المعاهدة هناك طريق الهدنة وهكذا لذلك المسلمون استفادوا وانتفعوا من الصلح مع قريش بسنتين ما لم ينتفعوا على مدى عشر سنوات من دخول الناس إلى الإسلام والانتفاع بالتوحيد لله جل وعلا ففي سنتين الدعاة انتشروا والدعوة انتشرت فدخل الناس حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة جاء بعشرة آلاف وقبل سنتين جاء بألف وربعمائة كما في صلح الحديبية إذن هناك خيارات أخرى لماذا أيها الداعشي لا تفكر إلا بالقتال ولم تفكر بالدعوة إلى الله وبالتعليم وخصوصا أن قتالك اليوم حتى ليس مع كفار محاربين هذه الحديث كلها في كفار محاربين وإنما أنت مع مسلمين أو غير مسلمين آمنين مطمئنين مع المسلمين لعدة قرون إذن الآن انتهينا من الكلام عن هذا الحديث الآن نبدأ بالكلام عن خطأ وغلط في آيتين من كتاب الله الآية الأولى وهي مشهورة ويذكرها الدواعش والملاحدة قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون تأملوا معي نفس الجواب هذه الآية من سورة المائدة الله جل وعلا عفوا سورة التوبة الله جل وعلا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نفس الجواب الأول الله يأمر هنا بالقتال اللي هي المرحلة الأخيرة فيجي واحد يفهم الآية كيف يفهمها؟ فقط يقرأ هذه الآية ولا يعرفه الإسلام كله ولا يعرفه كصورة كاملة حتى يتضح له الأمر قاتلوا يقول للتأكير يقول حتى يعطوا الجزية عن يد إذن الآية الأولى الآية في أولها قاتلوا وفي آخرها حتى يعطوا الجزية يعني إذا أعطان هذا مبلغ البسيط بقي على دينه وعرضه وماله ولم نقاتله فضلا من أن نقتله إذن ما أدري كيف يفهمون هذه الآيات الآية نفسها ترد عليكم يا دواعش اللي تريدون تطبيق الإسلام جهلا وترد عليكم أيها الملاحدة اللي تريدون تشويه الإسلام أولها وآخرها مرتبط بعض ببعض لأن الكلام هي في نفس الموضوع قاتلوا غير اقتلوا قاتلوا هي المرحلة الأخيرة الآية نفسها فيها رد عليكم لأنه يقول حتى يعطل جزية عن يد وهم صاغرون إذن الآية تأمر بالقتال لا بالقتل وكما قلنا لا يلزم من القتال القتل ثم ذكر الآية يش تقول تقول أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب زين أنت أيها الداعشي ما قرأت في القرآن الكريم آيات أخرى تذكر أهل الكتاب في التزوج منهم في جواز أكل ذبائحهم والمقصود نبه الكتاب اليهود والمسيحيين أليس هذا في القرآن الكريم؟ يعني لو كان المقصود قاتلوا يعني يقتلوا إذبحوهم إذن كيف ستأخذ أنت نساءهم؟ كيف ستتزوج نساءهم؟ يرون النساء يلدن من رجال كيف ستتزوج نساءهم؟ وتأكل ذبائحهم هاي ذبائح من يذبحها؟ غير رجال يذبحون ذبائح غير رجال معناه أنه ليس المراد القتل إنما القتال التي هي المرحلة الأخيرة يقول الله جل وعلا الآيات في الكتاب الله يقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام هل الكتاب ذبائحهم حلال لنا وذبائحنا حلال لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين سورة المائدة تأملوا أباح لنا الله تعالى التزوج من نساء أهل الكتاب وكذلك أباح لنا الأكل من ذبائحهم وهذا يلزم منه وجود رجال ووجود مجتمع لأهل الكتاب موجود بين المسلمين إذن لا نريد الإسلام لا يريد منك أن تفني غير المسلمين لا يريد منك هذا وهذا أمر أصلا غير مستحيل هذا غير مقدر ولا مقدور عليه أبدا يعني الله تعالى قدر أن يكون هناك مسلمين وغير مسلمين في هذه الأرض فأنت تريد أن تفنيهم بحجة هذه الآيات التي فهمتها فهما خاطئا فهذه الآية إخواني يجب أن تفهموها في موضعها وموطنها قاتلوا هي آخر مرحلة كما بينا في الحديث وأيضا في آخر الآية يبين أنه يعطى الجزية وهذه الجزية تحقن بها دماؤهم وأموالهم أيضا هناك خطأ في آية أخرى من كتاب الله جل وعلا وهي آية أيضا يلهج بذكرها هؤلاء الدواعش وكذلك يستغلها الملاحدة للطعن في الإسلام ما هي الآية الثالثة؟ قول الله جل وعلا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين تأملوا معي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم سورة التوبة الآية الخامسة يأتي لك الداعش يقول لك شوف القرآن يقول فاقتلوا المشركين فأنا علينا أقتل كل مشرك وكذلك كما قلنا يشويهها أعداء الإسلام من الملاحدة يقول لك انظر كيف القرآن الذي يعظمه المسلمين يأمر بقتل كل مشرك وأن يرصد له في كل مكان ويقعد له في كل مكان ويؤخذ فيقتل وهذا من أعظم التشويه الإسلام أنا الآن أطلب من كل مشاهد يشاهد هذه الحلقة أن يمسك بيديه المصحف الشريف الورقي أو الإلكتروني يمسك بيديه ويتابع معي هذه الآيات هذه الآية ما قبلها وما بعدها إخوتي الكرام هنا قاعدة مهمة لمن أراد أن يفهم القرآن ويفهم السنة عليك دائما أن تستحضر السياق سياق الحديث أو الآية عليك دائما أن تستحضر السياق السياق ما المقصود به؟ يعني تنظر ما سبق من الآية وما جاء بعد الآية حتى تفهم المقصود يعني أضرب لكم مثال تصلي ليش تصلي؟ القرآن يقول لا تصلي يقول سبحان الله القرآن يقول لا تصلي يقول نعم القرآن يقول يقول القرآن مو يقول ولا تقربوا الصلاة شوف السعى كلامه صحيح شوف فقتل المشركين شوف ولا تقربوا الصلاة هذا يقول لك والله يابا صحيح ولا تقربوا الصلاة لو كمل السياق اللي هو بعد الآية وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ شوف تبينت المقصود يا أخي لا هذا مو يقول لك لا تصلي يقول لك لا تصلي أنت سكران لأنك لم تعرف كيف تقرأ الآيات ولا الأذكار يجيك واحد يقول لك أخي المصلي عليه وعيد يوم القيامة كل من يصلي لو جهنم منين جيبتها يقول لك آية في القرآن الله يقول فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ سبحان الله فاقتلوا فاقتلوا المشركين فاقتلوا هاي ترهي هاي الانحراف عند الدواعش وعداء الإسلام هكذا يأخذون الآيات والحاديث النبوية ترهي هاي القصة ملخصها لكن اللي جهلنا نحن بديننا ما نعرف اللغة العربية ما نعرف فصول الفقه ما نعرف فصول التفسير ما نعرف كيف نتفقه وقعنا في حبائل هؤلاء وجنينا على أنفسنا وعلى أمتنا وعلى ديننا شيئا نكمل الآية فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يعني الآية تقول اللي يصلي ويأخر الصلاة عن وقتها الفجر لما يطع الشمس العصر لما يدخل المغرب هذا ويل له إذن يموت كلم عن الصلاة يتكلم عن من يؤخر الصلاة شوف السياق كم هو مهم لمعرفة مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنا الآن هذه الآية فاقتل المشركين أريد من كل مشاهد يأخذ المصحف ويمسك بيدي حتى نطبق هذه القاعدة تطبيقا عمليا والآن افتح المصحف افتح على سورة التوبة سورة التوبة من كتاب الله جل وعلا ومن الآية الأولى من سورة التوبة إلى الآية الثالثة عشر من هذه السورة الكريمة وتبدأ السورة بقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بنيء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذه الآية السابعة إلى أن قال جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين هذه الآيات من الآية الأولى من سورة التوبة إلى الآية الثالثة عشر من سورة التوبة سأكمل الكلام عنها بعد هذا الفاصل ابقوا معي أخوة المشاهدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد أخي المشاهد بيدك المصحف الكتروني أو الورقي تابع معي سورة التوبة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة عشر من كتاب الله جل وعلا انظر معي كيف الدواعش يأتون إلى هذا الجزء من الآية فاقتلوا المشركين ويقفون عندها ولا ينظرون إلى السياق ما سبق وما لحق انظر أخي المشاهد إلى آخر آيتين من هذه الآيات اللي هي الآية الثانية عشر والثالثة عشر ماذا تقول الآية الثانية عشر وثالثة عشر يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة إذن آخر آيتين تبين لنا المراد من قول فقط المشركين أي المشركين الذين نكثوا أيمانهم نكثوا عهدهم نكثوا الميثاق الذي بيننا وبينهم وهم الذين بدأوا بقتالنا وقتلنا وطعنوا في ديننا وفي نبينا إذن هذه الآخر آيتين تبين لك من هم الذين يقتلون يقتلون الذين نكثوا وبدأوهم بالقتال إذن هي الآية ليست عامة مطلقة هي آية مخصوصة بحال معين فإن المشركين هم الذين نكثوا أيمانهم وطعنوا في ديننا وهم بدأوا قتالنا فهنا أمر الله بنبدعهدهم وإعطاهم فرصة السياحة في الأرض ليخرجوا بلا قتل ولا قتال وإعطاهم مجال أنه يخرجون قبل أن يأمر بقتلهم وبعد انتهاء المدة أمر الله بأمور انظر الدواعش يقفون عند قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين ولا يكملون الآية يقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إذن ماذا يأمرنا الله ليس فقط بالقتل لهؤل المشركين يقول خذوهم يعني أسرى أسرى واخذوهم وحصروهم يعني حاصروا الحصن أو المكان الذي هم فيه حاصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إذن الآية نفسها لم تأمر بالقتل فقط لهؤلاء المشركين اللي نكثوا العهد والذين نكثوا الميثاق وهم اللي بدأوا بقتالنا وطعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ديننا لا تأمر فقط بالقتل تأمر بالأسر أيضا وتأمر بالمحاصرة حتى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم إذن ثلاثة أوامر في نص الآية ولم ينظر الدواعش وأمثالهم إلا إلى فاقتلوا المشركين أيضا هذه الآيات من الأولى إلى الثلاث عشر أصلا الله تعالى قسم المشركين إلى ثلاثة أقسام لكن ماذا نفعل في صاحب العين العوراء الذي لا ينظر إلا إلى الجهة التي يحب والتي يشتهي مثل صاحب لا تقرب الصلاة الآية أصلا قسمت الناس إلى أقسام هذه الآيات الثلاث عشر هم جعلوا فقط قسم واحد فاقتلوا انظر هذه الأقسام أول قسم من أمر بنبذ عهدهم بعد أربعة أشهر بسبب نكثهم من أمر بنبذ عهدهم بعد أربعة أشهر بسبب نكثهم القسم الثاني الذين استقاموا لنا ما خانوا العهد ولا نقضوا الميثاق الذي استقاموا لنا كأهل مكة فيجب أن نستقيم لهم ولم يأمر بقتلهم مع أنهم مشركين والقسم الثالث من استجارنا من المشركين ليسمع كلام الله نجيره ونسمعه كلام الله بالآيات والبراهين والأدلة ونؤمنه ثم بعد ذلك إن آمن فبها ونعمة وإن لم يؤمن فنحن نبلغ مأمنة ولم يأمرنا الله بقتله مع أنه مشرك إذن انظر للآيات هذه لتذكر هذه الأقسام الثلاثة الله جل وعلا ماذا يقول يقول جل وعلا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا والمظاهر عليكم أحدا فاتموا إليه مع دوم شوف هذا القسم الثاني القسم الأول هو اللي نقض العهد وقاتلنا هذا فقتل المشركين ومع أنه مو فقط نقتلهم لأن نأسرهم أو نحاصرهم القسم الثاني اللي عاهدنا لا يجب التعرض له بصلح أو عهد أو أمان والقسم الثالث اللي هو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هو مشرك زين ليش ما نقول فقتلوهم ليش تجره ثم تبلغ مأمنة يعني تروح توصلوا على ديار الشرك وتوصلوا إلى دياره ديار الكفر والقسم الرابع اللي هم استقاموا لنا قال كيف يكون مشركين عاهدون عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني يا إخوتي الدواعش لبسوا عليكم ضحكوا عليكم لم ينظروا في هذه الآيات الثلاثة عشر آية من سورة التوبة كلها مجموعة حتى تتضح لكم الصورة كاملة إنما أخذوا جزءاً وكلمةً من سورة التوبة وجاءوا هكذا اقتلوا المشركين وكذلك الملاحدة يفعل النفس الفعل مع الأسف الشديد أنا أكرر موضوع الملاحدة لماذا؟ لأنني رأيت الآن هجمةً كبيرةً من الملاحدة في الفيسبوك وتويتر وغير من مواقع التواصل الاجتماعي على الإسلام يعني ليس عداوتهم مع داعش مع الإسلام لكن يتخذون داعش وسيلة لهم ومرقاتاً لهم ومدرجاً لهم للطعام في الإسلام لذلك بعض المسلمين من الذين يعني يعدوا حسن نية يظن أن هؤلاء الملاحدة يريدون الرد على داعش أو فضح داعش وهم في الحقيقة إنما يفعلون هذا يريدون أن يشوه صورة الإسلام فانتبخ المسلم لا تكون مغفراً لا للدواعش ولا الملاحدة يجب أن يكون شعارنا اليوم شعارنا اليوم نحن نعيش في محنة عظيمة شعارنا اليوم لا لداعش ولا لإلحاد فاحش وإنما نحن نريد الإسلام الوسطي المعتدل اللي دلت عليه مجموع نصوص الكتاب والسنة وما عليه فقهاء أهل الإسلام وقلت لكم العجب العجاب أن يتفق الملاحدة والدواعش على نفس الفهم للآيات والحاديث الدواعش من أجل العمل والتطبيق وهؤلاء من أجل التشويه فنحن إن شاء الله سنكون على ثغر الإسلام كل شبهة وكل حجة باطلة سنتصدى لها بالعلم والبيان والحجة وندعو كل مشاهد أن يتابع هذا البرنامج من أجل أن يتضح له كثرة تشويه الإسلام وزعزعة أحكام الشريعة بين الناس إذن هذه الآيات لم تأمر بقتل كل المشركين هي نفس الآيات قسمت المشركين أقسام ثم هذه يا إخواني الآيات كانت قبل نزول آية الجزية التي ذكرناها قبل قليل آية الجزية لما نزلت وكانت أيضاً في سورة التوبة نزلت بعد هذه الآيات فهي آية الجزية رفعت أن نقتل كل مشرك بدون عهد أو صلح لذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشكل كيف يتعامل مع المجوس كيف يتعامل معهم هل يقتلهم هل يفعل بهم مثل ما يفعل به الكتاب أن يعطونا الجزية الرجال أحرار البالغين فيهم استشكل الأمر فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مجوس هجر هجر مدينة في منطقة اليمامة قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذو المجوس عباد النار يعني قوم وثنيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني يخذوا منهم الجزية وقروهم على دينهم وأموالهم وعراضهم يعني المجوس ليسوا مشركين لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم واستئصالهم في هجر وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستأصلهم ولم يفنهم من الأرض وإنما أقرهم على دينهم وأخذ منهم الجزية وهكذا الدواعش يقول لك مثلا يقول لك اليزيدية ليس أهل الكتاب إذا لم يكون أهل الكتاب فعاملوهم مثل مجوس هجر ولذلك ذهب الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والحسن البصري وهو قول شيخ سام بن تيمية وبن قيم الجوزية وهو لا إما تنتسبون إليهم كذبا وزورا ذهبوا إلى أن الجزية تأخذ من كل كافر ومشرك من كل طرف ليس بمسلم ليس فقط من المسلمين عفوا ليس فقط من أهل الكتاب من اليهود أو المسيحيين فاتقوا الله جل وعلا تقوا الله في هذه الجهالات وهذه الغباوات التي تفعلونها تأخذون دين الله جل وعلا كما تشتهون الإمام أحمد رحمه الله يقول الحديث لا يفهم على وجهه حتى يتنظر إلى ما يفسر بعضه بعضا يقول أنت ما تفهم الحديث النبوي على وجهه الصحيح إلا أن تنظر إلى حديث آخر أو أحاديث أخرى تفسر لك هذا الحديث وكذلك الآيات القرآنية لا يمكن أن تفهم حكم شرعي بآية قرآنية إلا بأن تجمع أطراف الأدلة إلا بأن تجمع آيات قرآنية أخرى يا إخواني يجب علينا أن نتعلم الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من هم أهل الذكر؟ ليس أهل الذكر جاء كشاب حدث لم يعرف إلا بعد احتلال ميليشيا داعش لينينو أو الرقة يأتيك وصار مفتيا أو عالما يعني صار ابن لحظة وصار هكذا كأنه خرج من لا شيء إنما أهل الذكر هم الذين عرفوا في الأمة بالعلم والورع والتقوى والتأصيل والعمل بالعلم عرفوا بذلك وقبلوا منها لن تجده عالما واحدا في داعش أتحدى داعش أن يذكروا لنا عالما ربانيا راسخا موجودا معهم وفيهم يعني قصار ما يقال فيهم بعض من يتفقه ويتعلم وإلى الآن لم يبلغ أن يكون طالب علم متقدم وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على سوء منهج هؤلاء القوم وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه محبر الأمة أول ما جاء إلى الخوارج سلف داعش لما جاء إليهم قال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول سؤال لأن العلم أول طبقة تلقت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أول طبقة تربت في مدرسة الوحي ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم زي أنتوا عندكم أحد من هؤلاء أيها الخوارج؟ يقول لهم بن عباس عندكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أول طبقة علماء في الأمة ليس موجودا فيهم ولذلك تجد الخوارج وكل فرقا حرفت عن الإسلام ممن تسفك الدماء وممن تكفر المسلمين تجدها أبعد الناس عن العلم والعلماء ولذلك تحاول داعش أن تشوي صورة العلماء يعني هذه الحلقة وغيرها تحاول داعش أن تشوي عليها وتحرف وتفتري وتكذب فيجب على كل مسلم أن يعرف من أين يأخذ دينه كما قال محمد بن سيرين رحمه الله يقول هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا يؤخذ الدين عن داعش لقد تبين لنا في هذه الحلقات السابقة وفي الحلقات القادمة أن داعش بعيدة جدا عن القرآن والسنة وعن كلام أهل العلم الراسخين فيه وعن السلف الصالح هذا كل سنبينه كما بينا بعضه في الحلقات السابقة وسنبينه في الحلقات القادمة بالأدلة والحجج فانتبه أخي لا تفهم حديث أمرت نقاتل الناس والآيتان قاتلوا والآية الأخرى وفقتلوا المشركين لا تفهمها فهما غير صحيح بعيد عن القرآن والسنة وفهم كلام العلم أسأل الله جل وعلا الواحد الأحد أن يرزقنا البصيرة في دينه والفقها فيه وأن يدلنا على الخير ويرشدنا إليه وأن يبعد شر داعش عن المسلمين وعن الناس عموما وأن يذلهم ويدحرهم ولا يبقي لهم من باقية وكذلك يرد كيد الملاحدة عن الإسلام وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة والقائمين عليها والأخوة الذين معي في التصوير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلي وصحبي ومن سار على نهج اليوم الدين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة